والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلى من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى نعم الرقى هي القراءة على المصاب الرقى جمع رقية وهي القراءة على المصاب فهذا إذا خلى من الشرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه بالدليل حديث الصحابة الذين كانوا في سفر أضافوا قوما من البادية فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فجاءوا إلى الصحابة يقول هل معكم من يرقي قالوا نعم ولكنكم لم تضيفون فلا نرقي إلا بجعل فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فقام أحد الصحابة فرقاه بالفاتحة فقام كأنما نشط من عقال فأخذوا الغنم وقالوا لا تتعرضوا لها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدموا المدينة ومعهم الغنم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالواقع فقال اقسموها إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله اقسموها واضربوا لي معكم بسهم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك فالرقية بسورة الفاتحة رقية عظيمة ونافعة بإذن الله ولذلك تسمى سورة الفاتحة من أسمائها الرقية نعم